ننتقل إلى باكستان حيث أصيب ستة من عناصر الجيش الباكستاني في هجومين مختلفين في مقاطعة شمال وزير السنة القبلية المحاذية للحدود الأفغانية اليوم الأربعاء في وقت أعلن الجيش الباكستاني في منطقة القبائل تخصيص مكافأة أمالية لكل من يقدم معلومات عن بعض القادة الميدانيين من حركة طالبان الباكستانية أوضح مصدر قبلي أن لغما أرضيا استهدف دورية لقوات الجيش في منطقة شوال بمقاطعة شمال وزير السنة وشنت قوات الجيش على إثري عملية تعقب في المنطقة لتتعرض بعدها لهجوم ثاني وأضاف المصدر أن الهجومين أدى إلى إصابة ستة من عناصر الجيش حسب الأنباء الأولية وقد نقلوا إلى المستشفى العسكري في منطقة بانو في غضون ذلك قال نائب الناطق باسم حكومة طالبان وهو عضو لجنة ثقافية إنعام الله سمنغاني في تصريح صحفي ردا على ادعاء باكستان أن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية في هجماتهم على باكستان قال إن ملف الأمن الباكستاني ملف داخلي هنا يجب على إسلام باد أن تحل قضاياها مع حركة طالبان الباكستانية داخليا مؤكدا أن حكومة الطالبان لن تتدخل في تلك القضية وأكد سمنغاني أن حكومة طالبان لن تسمح لأي جهة بأن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أي دولة مجاورة مشيرا إلى أنه لا دليل على مدعات إسلام باد عن أن مسلح طالبان الباكستانية يستخدمون الأراضي الأفغانية ترجمة نانسي قنقر